اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ووزير النقل كامل الوزير وقد صرح متحدث الرئاسة بأن الاجتماع تناول استعراض الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات وزارة النقل على مستوى الجمهورية وقد شهد الاجتماع استعراض مستجدات الموقف التنفيذي الخاص بمشروع القطار الكهربائي السريع الذي سوف يربط مدينتي ألعين السخنة والعالمين امتدادا إلى مرسى مطروح مرورا بالعاصمة الإدارية الجديدة وقاهرة كبرى وكذلك جهود وزارة النقل لتطوير الصيانة الشاملة للطريق الدائري المحيط بالقاهرة الكبرى حيث تشمل رفع كفاءته وتوسعته ليصل إلى ثماني حارات مرورية بكل اتجاه وكذلك تطوير جميع المداخل والمخارج فضلا عن مسارات ومحطات أوتوبيسات النقل الترددية التي سوف يتم تسهيرها على الطريق الدائري ضمن منظومة النقل الذكي المتكامل الذي سوف يجري تطبيقه على الطرق السريعة والتي سوف تحقق طفرة كبيرة في وسائل المواصلات وتنظيم عملية انتقال المواطنين وتنهي الازدحام الناتج عن انتشار المواقف العشوائية كما شهد الاجتماع أيضا استعراض المحاور الجديدة المتكاملة على نهر النيل للربط بين ضفتيه على مستوى الجمهورية حيث وجه الرئيس السيسي بأن تكون منظومة المحاور الجديدة على نهر النيل متكاملة الجوانب وليست مختصرة فقط على الربط والتنقل بل بمثابة شرعين تنمية وحياة لكل المواطنين على ضفتي وادي النيل ولتسهيل الحركة المهورية اليومية الكثيفة كما تم أيضا عرض مستجادات العمل في تطوير ورفع كفاءة أنظمة الخط الأول لمتر الأنفاق وكذا الإجراءات الحالية المتخدة لتحديث النظم الإدارية ونظم التشغيل الخاصة بشبكة السكك الحديدية بما فيها مشروعات البنية الأساسية كتطوير الإشارات والمزلقانات وفقا لأحدث النظم العالمية بما يضمن تعزيز معايير الأمان والسلامة خاصة في منطقة الصعيد بخط الأقصر السد العالي كما وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاستغلال الأمثل للأصول ومساحات الأراضي التابعة لهيئة النقل العام داخل نطاق قاهرة كبرى أخدم في الاعتبار أن قطاع النقل بكافة مكوناته يشكل إحدى أهم دعائم التنمية الشاملة والمستدامة ويمثل أيضا عنصرا حيويا في الحياة اليومية للمواطنين ترجمة نانسي قنقر